الاحتجاجات انتقادات كثيرة توجه إلى الحكومة فيما يخص تعاطيها مع هذه الاحتجاجات بدءا ببلغها الأول والبلاغ الشهير الذي قيل بأنه ساهم في تأجيج الوضع بإقليم الحسيمة ثم حديثها عن المطالب المشروعة ثم شنها لمجموعة من الاعتقالات في صفوف النشطة لماذا يقولوا كثيرون لماذا هذا الارتباك الأولين يريد أن نميز بين أمرين تصريحات صدرت وشخصية وصدرت في اتهام بدون يعني في نوع من تعميم تقصد البلاغ الأول مش البلاغ صريحات لأن البلاغ لم يريد فيه القضية ديالانفصال وانا شخصيا وانت شخصيا لقلك شي واحد انت انفصالي غدي ينتج عليها وحضرت فعل حد خاصة وأن أهل ديالنا في الريف أخوتنا كانوا من المدافعين الأولين على مغربية ديال الصحراء فهم من أكبر المدافعين على أحد هذه البلد فعلا كان هذاك مشكل وفش قلت بأنه كان عنده أترسيل بي فعلا خصا أترف بهذا الشيء ورد الفعل اللي كان في مسيرة قوية اللي يقول احنا مش انفصالية را كانت رسالة واضحة لماذا هذا الارتباك؟ لماذا هذا الارتباك؟ لماذا نجلسوشون نعم التروي قبل إصدالي؟ لأنه هذا نتعامل مع بصير بلد لا أنت تحمل الأغلبية تحمل الحكومة نستو أنا المنتقدين المراقبين أقول لهم هذه التصريحات ديالأشخاص أما الحكومة أصدرت بلاغ واضح وجئت من بعد نظمة الصحفية قبل المسيرة ديالخميس يعني في الصباح لك الجماعة المجلس الحكومة قلت بوضوح المطالب الجماعية مش روعة ولكن في نص الوقت صبقت القانون قلت لي الاعتقالات الأمر كان غادي عادي ولكن وقعت الحديثة ديال المسجد وقعت الحديثة ديال ضرب قوة الأمن بالحجارة وليتشافوا الناس في فيديو الاعتقال جاءت من بعد هذه الحدثين ولكن السياق العام حاليا هو من جهة أن الحكومة معبأة لإنجاح وتنزيل هذه المشاريع وفي نفس الوقت الحوار والإنصات لأنه فعلا دابل أخذينا هي اليوم عندنا البحارة قال لك حنا مرقناش غادي نخرج من الصيد وعلاش لأن السمك ديال فيه الكبير كله اليوم الشيباك ديالهم مضمرها اليوم وخربها وحنا كحكمة لتزمنا باش غادي ندعمهم وفعلا غادي ندعمهم لأن واحد من المصادر ديال الدخل اللي فيه فورة الشغل هو الصيد البحري نفس الأمر اللي مرتبط في كل عزلة لواش كينش مستثمر غادي يمشي للحسيمة وعنده مشكل ديال الولوج طريق السريع اللي منتزة حتى للحسيمة واللي الكونفة دياله 4 مليار ديال الدرهم وصلنا دابل 70% ديال الإنجاز سنؤخر الحديث عن هذه المشاريع لا ولكن صنعفوا لمهمة ذكرت الاعتقالات لا تسمح لي حيث قلت ارتباك ارتباك في علاقة ماذا في العلاقة مع تصريحات أفراد أنا كنقول لك حملي المسؤولية ديالنا احنا كحكومة واحنا كحكومة جيت بوضوح وقلت لا يمكن أن نسمحها باش ينتهموا الأهل ديالنا الريف بأنهم مفصلين وهتش يقلتوا في البرلمات لا تكمو أرتباك سيد الوزير اعلان على المباريات ديال توظيف إقليم الحسيمة ثم التراجع أو إلغاء هذه المباريات علاج دي السبب بسيط والجواب دياله أرأ أعلن عليه الرئيس ديال الجهة لأنه انطلقت مشاريع ديال تكوين على المستوى الجهة وهذه المشاريع ديال تكوين ما زال ما انتهتش ولا تنظمت المباريات الآن الأبناء ديال منطقة غض يضعوا واللي هما مجال كي يستكملوا التكوين ديالهم واللي هده كانت هذه مبادرة إنسانية كطرعي لأنه اللي كيتاخذ القرار ومن بعد فاش كمش يسمع الناس خصوص يكون عند القدرة يرجع القرارات دياله بحل قدية ديال المشاريع الطرقية لقنا ربعة ديال المقاطع ثلاثة مئة كيلومتر الناس كيعيشوا في عزلة وعندهم مشاكل فبالتالي ما يمكنش نجيو ونعطيه حكم هكذا كي نرتبك كلي لين قد نتفق معك فيه أنه بعض المرات كيمكن تستطر تصراحة لي في خطأ بعض المشاريع اللي كتكون عنده جدولة زمانية بحل مشروع ديال المستشفى ديال ديال الأونكولوجيا ديال الاستكمال دياله وإضافة مشاريع لأنه منطرق من 2008 كان عندنا اتفاق مع المجلس ديال الجهة وحصل تعاون علاش باش توقع توسيع المجال ديال التدخول دياله والعمل دياله ده بالآن عاد غادي نطلق في شهر يوليوز المقبل وهذا واحد من الإشكاليات اللي مطرحة عندنا أنه كتكون مقرارة مشاريع كتعرف تعطف الإنجاز هاتش كيتير شكوك عند الناس وكيضعف انطقة ديالهم هاتش كيجعل الإعلانات ديال السيكمة المشاريع أحيانا